بيان السياسة العامة للحكومة الذي تحوز شروق نيوز على نسخة منها عرض في شقه الاقتصادي أهم الاستراتيجيات المتبعة من قبل الدولة بغية إنعاش الاقتصادي وتجديده مخطط عمل الحكومة عرض حصيلة الإنجازات المحققة حيث ركز على عسرنة النظام المالي ومصرفي من خلال تكثيف الشبكة المصرفية إصلاح القطع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسة العمومية في إطار تحصين جاذبية المناخ الاستثماري تبسيط إجراءات الحصول على السجل التجاري وتخصيص فضاءات لممارسة الأنشطة الممارسة سابقا بشكل غير رسمي وكذا تبسيط إجراءة منح الإعفاءات الجمركية وغيرها من الامتيازات لمصلحة المؤسسات الناشئة اعتماد سياسة جبائية تحفيزية تشجيعا على إنشاء المؤسسات المصغرة وتنويع عرض البنوك من خلال تطوير المالية الإسلامية رفع التجميد عن قرار منع تسليم السجلات التجارية للبيع بالجملة في الولايات الحدودية وتطوير العقار الاقتصادي والتحصين استغلاله متابعة صارمة لمسار تطهير العقار أين سمحت عملية تطهير العقار الصناعي باسترجاع 3.519 قطعة أرضية تمثل مساحتها 1.553 هكتار هذا وقد رعى البيان استراتيجية الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تعزيز قدراتها المالية بتشجيع التصدير خارج المحروقات كموارد مالية جديدة وترشيد النفقات الحكومية فضلا عن التزام الدولة المستمر بحماية القدرة الشرائية للمواطن